بعدين عندك ناس اللي بقولك كل واحد على دينه الله يعينه وكل الأديان يعني حتى اليوم رؤساء طواف على فكر ابتدأوا ينادوا بهذه البدعة إنه كل الأديان مثل بعضها ليه أنت يعني معقد الأمور مع الناس الحقيقة مش كل الأديان زي بعض طبعا خالص وأنا لا أتفق في الفكرة ده هيت إطلاقا ولو كل واحد بيقول كل واحد على دينه الله يعينه يبقى أنت أصلا ما اختبرتش عمل مسيح مع احترامي ليك حتى لو كنت مسيحي أنت مسيحي لم تعرف المسيح المسيح يغير المسيح يخلص المسيح يعطي حياة أبدية لو أنت ما اختبرتش ده فأنت بتقول كل واحد على دين الله يعينه لأنك أنت لم تختبر ده المسيحية بالنسبة لك هي دين المسيحية مش دين المسيحية شخص المسيح طبعا وإلا يعني شو السبب أو ليه إنه إنه الله يتخذ جسد في ملء الزمان في شخص الرب يسوع المسيح ويجي يعمل عمل الفداء والخلاص بموته على الصليب وقيامته من بين الأموات فشو إلها لازم يعني أصلا لكلها السيناريو كلها المسرحية اللي إحنا من نادي فيها إذا فعلا يعني كما يقول نكرز بالمسيح مصلوبا بأنفسنا عبيد يعني لسنا نكرز بأنفسنا نكرز بالمسيح مصلوب اللي بيتكلم الكلام ده يا أخي نزارب مع احترامي ده إنسان بينكر كتاب المخدس لأن في الأصور الأولى للكنيسة أو الكنيسة الأولى اتعرض لكم إضطهاد رهيب رهيب طب الناس دي كانوا بيتطهدوا لي لا والمسلمين اللي آمنوا في المسيح نحن بنحكي على ملايين المسلمين المؤمنين بالمسيح يعني هاي طعنة في قلوب المؤمنين من خلفية إسلامية مجرد نتكلم بهاي الكلمات شو لها لازم؟ سبنا حياتنا لي وسبنا عائلتنا لي وسبنا بيوتنا لي وبلدنا سبناها لي ومجتمعاتنا وطلعنا قعدنا في أماكن تانية حروبا من الاضطهاد وإن كان على فكرة أنا محربتش من الاضطهاد أحب أقول إن أنا قعدت وقت طويل في مصر وفي السعودية قبل ما يجي على بلد المهجر وأنا جيت لأن دي مشقت الله إن أنا أجي في المكان ده ولازم نعرف إن الاضطهاد جزء من الكرازة والاضطهاد اللي بيحصل ده كان بيخلي كنيسة تنمو يعني الاضطهاد حصل في قرشليم فجالوا مبشرين بالكلمة يعني انتشر المؤمنين في أنحاء المسكونة بسبب الاضطهاد فربنا بيحول اللعنة إلى بركة وبيستخدم الاضطهاد إنه هو يكون بركة للناس اللي حوالينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة